طبعا السؤال هنا دكتور دقات عكري رحي أقدر هنا في بعض البرودكتس آمنة طبعا أقدر أستخدمها اللي هي بقى في المرحلة دي اللي هي تدوب في المياه وتديني امتلاء فأنا أبدأ ألحق نفسي بحاجة أقدر عليها وده آمن ولا يعني هايز أتكلم حاجة في جزئية دي بقى هنا في النقطة دي قبل ما وصل للسمنة اللي أنا هحتاج فيها أروح لدكتور وأتابع وأباشر نظام غذائي معين حلو هوا بص حريك السمنة هي اسلوب حياة هاي كسرت نقطة مهمة جدا هو أنا ممكن أستخدم حاجة آمنة ها هي كلمة آمنة دي هو المستحضر اللي بستخدمه ده ايه مركبات و ايه مكونات مظبوط ايوه ولو تسمحيلي أنا لساني وكني إن أنا أقول بيستا اتفضل اه طبعا ايوه وخلي بالك أنا لما جيت تتكلم على بيستا بحكم شغلي أنا جربت بيستا اوكي عايزي حكتو إيه بقى إيه ليه اخترته وليه دعمته ولينا بقى الأسباب بس برضو قبل ما نخش بيستا لازم عشان برضو الأمان العلمية تقتضي إن معادلة مؤشر الكوت اللي احنا قلناها من شوية دي ايوه ومن احنا في قناة من أهل وقناة رياضية طبعا هذه المعادلة لا تنطبق على الرياضيين اوكي ولا على الأطفال لأن الرياضي ممكن المعادلة دي بس هو يبقى عنده جسمه فيه عضلات فهم وده برضو هنربطه بيستا اوكي طيب نتكلم عن بيستا بستا خلي بالك رقم ثلاثة هو كلمة السر في خلقاتنا النهاردة اوكي وهنعرف ليه لأن احنا بيقول اللي بستا هو منتج نازل عشان يعمل حاجتين ده شكله يا دكتور اه اه لا هو شكله حقيقي انا ماشي بيه تمام بص حقيقي بستا انا ماشي بيه اه ماشاء الله لأن ده على فكرة هو ديمز فيه اه ليه هنعرف بعد كده انا بستا ده بستخدمه ازاي اه ازاي ازاي هو السر خلينا اقول نتكلم على بيستا بيستا عبارة عن ايه وهنعرف يعني ايه كلمة الثلاثة دي هي كلمة السر عندنا بيستا اولا هو بيحمل ثلاثة حاجات اوكي بينظم شهية ومعدلات شبع بيزود معدلات حرق بيحرق دهون كويس اوكي قدي ثلاثة حاجات اللي هو بيعمله لأن احنا دائما من نربط الشهية بالشبع شهية شبع بيزود معدلات حرق الدهون بيزود دهون بيزود دهون كويس اه ليه المكونات اللي فيه تمام لما نجي نتكلم انه هو عبارة عن ثلاث حاجات بردو حاجة الاولانية بنحطوهم في المجموعة واحدة اللي هو الشوفان والسيليم ورد ده ظرف من جوة العلبة هي العلبة فيها ازروف يا دكتور صح كده؟ فيها تقريبا كم ظرف ايوة العلبة فيها عشر ازروف كويس قوي تمام كده نرجع تقني البست احنا نتكلم انه هو عبارة عن مكوناته عبارة عن سيليم أيوة السيليم ردتة الامح والسيليم ردتة الامح اذهلي ده اول جروب لانه فيه ثلاث حاجاتة ثاني والله الطبي الحاجات الاولية الثلاثة دهيساموم فيبر اللي هالالالياف اكيد قصة الاليف كبيرة على فكرا لان فيها آلياف زوابة في الماء وفيه آلياف غير زوابة بحاجات لما نتكلم على السيليم السيليم والشوفان دهيسمون فايبر والياف زوابة يعني ايه بقى الياف زوابة لما تاخديها تنزل معتلك تنفش ايوه تملى صحيح على فكرة العملات بتاع تكميم المعدة او تدبيس المعدة او الكابسولة عبارة عن ايه ما هي كده نفس الفكرة يا لقد حجم المعدة مظبوط لما انت تاخدي حاجة كده تاخديها قبل الاكل بنص الساعة وتنزل معتلك وتنفش فانت رغبتك في الاكلها تنفش طبعا قلت طبعا حيلا طب ردت الامح الياف غير زوابة الياف غير زوابة اللي هي بتديك احساس بالشبع عشان كده نقول انه بيتحكم في الشهية وفي الشبع صحيح تمام كويس هل بيست وفت على كده اه لا في حاجات تاني الكروميوم اوكي والكروم ده خصة طولة اوكي 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 صحيح ولكن نتيجة لعادات السياءة الجزائية بتاعتنا فالكروميوم ده يقل الكروميوم ليه علاقة وطيطة جدا بزادة الوزن كروميوم يقل الوزن يزيد ليه برضو لان الكروميوم مسؤول عن حرق النشويات طب ايه عن النشويات برضو النشويات دي اللي هي تابعة الكربوهادريت بتمثل 60% من وجباتنا صحيح هي اي وجبة المفروض معها روز معها عيش معها كل حاجة او طبعا اي وجبة عبارة عن 60% كربوهادريت 20% دهون 20% بروتين صحيح فاحنا النهاردة مشكلتنا في 60% صحيح انا بقول لحريك لا الكروميوم اللي انا حطته لك هنا اللي هو اعلى التركيز موجود في اي دواء موجود في مصر 50 ميلي جرام اللي هو الجسم محتاجها علشان يقوم بعملات الحرق الكروميوم يعمل حاجتين ان هو بيزود حرق النشويات دي رقم واحد رقم اثنين بيعمل انتظام في هرمون الأنسولين هرمون الأنسولين ده مسؤولة عن بيقى حراك عن زي النهاردة يخلي ينقل الكولوكوز اللي هو ناتج من الكربوهادريت ينقله في من الخلايا للدم ما يبقاش عندنا كتلة دهنية يبقى ده الكروميوم شكرا وبس بق احنا اتفقنا رقم ثلاثة احنا اتكلمنا على الجزء التاني في رقم ثلاثة اه تمام عندنا الفيتامين سي الفيتامين سي لفترة اخيه خد شهرة بس عاوي طبعا كناش بنلاقيه اصلا ليه هو في المناعة طمام لا ده فيتامين سي مش بيضاف المناعة بس وكمان بيزود المصاص الحديد لان هتقابلنا مشكلة مع الناس اللي بتعمل النهاية بتعاني من نسبة الهجنون الليلة فانا بقوله لا تعالى انا النهاردة هديك فيتامين سي فيتامين سي ده هيزود من سرعة المصاص الحديد كويس تمام الحاجة التانية ليه دور في زيادة الحرق كمان اه نيجي الاخر حاجة اللي كارنتين اللي هو الفيتامين سي نسبته 30 ميلي جرام اكي اللي كارنتين ده 50 ميلي جرام اللي كارنتين ده بقى حريك لو روحت اي جيم بيدول اي حد اوكي وتبقى مصدر للطاقة اوكي هنا انا ديتي الجسم الطاقة طاقة داخلية مش طاقة من بره اه ما خدهاش بقى من حقاك الخارجي خدها من اللي هو جسمه عشان كده مزبوط بستا بنقول ان هو منتج متميز ومتفرد بتركيبة ما فيش بالتركيزات مش موجودة في السوق المصري طب اتناولوا ازاي دكتور يعني اخدوا ازاي بقى قلنا بقى الصح اي نعمل ايه اول حاجة يبقى موجود معنا في جبنا اوكي خلي بالي ليه لان هي احنا مشكلتنا تعرف حريك لما بيجي لحد يعمل له نظام غزائي يقعد يمشي عليه اسبوع اثنين ويزهق ويمشي طبعا تمام لا انا مش هطلب منك نظام غزائي لان انت قريدي هتعمل نظام غزائي هتقالي لكيميات اللي بتاخدها نتيجة انك بتاخد دستا اوكي بست الوجبات الاساسية والمقصود بالوجبات الاساسية ايه لو انت بتتغدى جامد الوجبة اللي هي الاساسية اه دسمة سوى كانت فطار او غدأ او عشاء او التالت واجبات على فكرة في ناس بتديها في الفطار وتديها في الغدأ او عشاء اوه حلوة باخد كسين من ده كويس بدابوبهم في كوباية مية او عصير ايوه تمام او كوباية لبن وغير سكر تمام واشربهم قبل الاكل بنصف ساعة كويس عازك تتخيل ايه اللي بيحصل حينزله في جسم حضرتك فبالتالي ان انت حتى لو قالت حاجة فيها دوون فحتتتحرق اخذ بالك انت وعند الكروميوم الكروميوم هزا ما اتفعنا ان هزاود معدات الحار هو فيتامن سي والإلي كارنتين عشان كده من التكلم بيستة هو فعلا زبست خلي بالك الاسم انا معرفش الشركة سميته عشان هو زبست بس فعلا بيستة زبست وده من خلال التجارب على فكرة انا باخدو اول حاجة بحط في جيبه او رح جايه قبل ما معزوم برا يعني زي ما هتعزم عدد كمان نص ساعة اروح ماخد الاثنين باكت في كوبات مياه ورح تشاربه فيش اي مشكلة قص طب ممكن نعمل تجربة يا دكتور نشوف بيها بقى القصة بيستة انا هحتاج معلش فضل يا فاني ايوه تمام اهو ايوه بسم الله وعلى فكرة بقى طعم طعم التفاح والله وارح مقلب كويس ايوه طبعا بحط اتنين باكت اتنين جرعة اتنين طب دكتور هو ليه اي اضرار اي حد يقدر ياخده حضرتك ده مواد طبيعية فهمت خلاص انا بأكد حاجات طبيعية بس انا بأكد مع حضرتك عشان فيه اصدقاء لنا اكيد هيراودهم السؤال ده بيتفرجوا علينا فنبقى جاوبناهم حضرتك ده راحة التفاح وطعم التفاح وشكل التفاح يعني كمان طعمه مستصاد انا يعني حضرتك ريحته واضح قوي بس وارح شارب الكوباية دي اه لأكل نص ساعة بس انت هتلاقي نفسك عملت نظام غذائي من غير ما من غير ما حد يقول لك تاكل ايه وتشرب ايه انا ممكن ادوق يا دكتور بعد ذلك هو طبعا لازم يتشارب وهو وهو كده ولا بندوبه يعني بالشكل يعني بالنسبه اكبر على فكرة اي حاجة بضرة لازم لا لا تمام اي حاجة بضرة بسم الله يستحسن ان هي اوكي عشان اللاكل لا عشان طعم التفاح اذا ااكد ان طعمه مش واحز بسم الله طعمه مستساق جدا على الفكرة طعمه مستساق جدا حلو جدا خلي بقى ده احنا حطناك عمان على مية في نص يقول لك لا حط على أصير حط على أصير حط على أصير حط على أصير من غير سكر بقى عشان نبقى نعمل صح طبعا عصير من غير سكر خلي بقى بستفيقة بيزة كمان ان هو مصدر للطاقة بس مصدر للطاقة داخليا مش خارجيا علشان كده هتلاقي بتعبيرنا مشكلة مع الناس اللي بتعمل نظام غذائي